دور المصري سخن على فكرة مش كده؟ ابتدى 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 يسخن بيرامدز بيكسب والمصري بيكسب النهاردة في الماتشين اللي تلعبوا شايف ازاي بيرامدز وصدرته ونتايجه وخمس ماتشات متتالية وفوز النهاردة قدامه ديرني فيوتش بس هو وضع طبيعي كسكواد ومديات وكيان بس بدون جمهور وضع طبيعي لغاية مايرجع لقالوز مالك اللي كانت طبيعية ومشوفها ان مش حنوحكم دلوقتي اه هو الاول نفترض الاهل وزمان كسب كل الماتشات وعدوه هنرجع للي اللي فات لكن نقدر نقول ان الخمس في الورد يهاني هتنفعوا في الجدول صرف النظر حتى لو هو فرحان الاهل وزمان الغايبين او مش موجودين بالكسافة العددية بتاعت الماتشات هو الاول ودي حقيقة لكن هما النهاردة عملوا الشهود التاني كواس جدا جدا وحولوا الهزيمة اللي اتعادوا اللي ماكسب وكروا كاسين جدا بسرعة الشهود تاني على فكرة الاهلي لو كسب الخمس ماتشات اللي هما اقل من بيرامدز هيبقى اعلى من بيرامدز بنقطة الزمالك لو كسب التلت ماتشات اللي اقل من بيرامدز هيبقى معاه ستة وتلاتين نقطة فيبقى اقل من بيرامدز بستة نقاط يعني ده لو اعتبرنا ان الاهلي هيكسب كل ماتشاته والزمالك هيكسب كل ماتشاته أنا بس أريد أقول حاجة حنبدأ إحنا في الكلام لازم حد يقول لجميز إن إحنا لازم نكسف الدوري عشان البطولة الأفريقية السنة الجاية ليه وأنت متوقع إن البطولة الأفريقية هتحدد تبقى للدوري كله مش الدور الأول ما أنا خايف من كده خايف إن تحدد تبقى للدوري كله هذه هي قانوناً ما أنا معرفش في الكسير يا ليحة بتقول إن لو الكاف لو الدوري خلص ولسه والكاف مضطرك إن إنت تبعث الأسماء فهتبعث تبقى للدور الأولين دور الأولين لكن لو أعرف لا الأهلي والزمالك ممكن موجودين ممكن مش أكيد لأن لسه عندهم متشات موجلة من الدور الأولين أصلاً لازم العبوها الأول ودي مش تخلص قبل شهر سبعة أصلاً يعني كل ما بتكسب على أقل بقى أنت ضامن شوية أنت متواجد حتى في أول أو تاني لكي أنت تقل اللغزة أو الغازة اللي بيعملها من إمبارح وأنا أول ما عرفت التشكيل أنا وكانش عندي اطماني خالص هنكسب من إمبارح العمله كان يسمى لغز جوزي جوميز أنا كنت في الأول بسميه تأليف لأن الأجانب عشرتهم وتعبت منه بصراحة وبعدها بقيت تسميها لغز أكيد إيه الأخف؟ اللغز ولا تأليف؟ أنا مليش في اللغة العربية لا، هو التأليف التأليف المتنسب تخلص الكتاب كله فما تمناش يوفيه تأليف بعد كده لأن اللي جاي صعب واللي جاي أهم كتير جداً لزمالك وجمهير الزمالك وعبت الزمالك طب ما هو علشان عارف أن اللي جاي مهم وصعب ريح اللعيب أمبارح في ماتش اسموحة ده واضح يعني إحنا ماشيين بالقدرة الإلهية والقرآن والدين إحنا إحنا كمصريين فما تجيش أنت مش عايز أقول تتنمرض على حاجة بربنا ممكن تحصل أنت ماشي يعني أعمل علي وصيب أعلى ربنا وربنا هيكافأك طول ما أنت بتمشي صح أو بتعمل صح أنا ريحت ستة أو سبعة عشان ما حاش يتعور طب ما فيه أربعة اللعبة منهم كانوا ممكن يتعوروا أو هو ماشي في البيت أو طالع الطيارة ممكن يحصل له حاجة حسنا ما تلعب تلت ساعة غير إلا ما تلعب تسعين دقيقة ماشي ما أنا مشمور أنا مقتلكش بصي الاستشفى هاني هنا أو الروتشن اللي بتعمل على أي أساس على أهمية المكان تمام اللي أنت يبقى فيه بديل مزبوط متواجد المكان أنا أقدر أسد مكانك أقل شوية ولا إيه وأهمية المباراة بالنسبة لك إيه لكن التوتل اللي هي الجماعية أو التأليف في الخطوط وخاصة الخط الضهر ده ممكن على فكرة لو سموحها بنص مستواها كان ممكن تكسب بكتر من كده آه كان فيه مشاكل دفاعية واضحة كتير ليه للتلاتة ما بنعموش تلاتة من أربعة مغايبين خلاص وحتى حسن في الفترة الأولية ما كانش يعني على ما يرام فأنت بتعمل هزل عواد وبعدين حتى كان قدامك الدونجة مش موجود فأنت كنت يعني عندك اطلقنان شوية إن الدونجة حتى لو هو الواحد ويقدر يشيل عندك ناس قدام بكارب مش عامل زياد كمال؟ لا أنا مقدرش حكم عليه مدوات حرام من خلال الدقايق اللي لعبها سواء مبارح أطول مدة يلعبها من ساعة من ضم أو الماتشات اللي قبلها دقايق ودقايق ودقايق إيه رأيك في المستوى؟ أنا بقولك زياد كمال من لما كان في قيم بي كان كوس جدا لكن دهت مقدرش حكم عليه لسه مقدرش نحكم عليه موسيقى